قامت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة دورة توعوية عن كيفية تعامل الأسر مع أبنائهم من ذو الاحتياجات الخاصة وقالت مديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة لبنى كلشات إن الدورة تهدف إلى رفع التوعية لدى أولياء أمور ذو الاحتياجات الخاصة وتجاوز الكثير من الممارسات الخاطئة تجاههم وتأتي هذه الدورة بالتنسيق مع جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا وجمعية المهرة لرعاية الصم والبكم وبرعاية محافظ المهرة ندشن الندوة التوعية لفئة أولياء أمور الصم والبكم وأيضا المعاقين حركيا والتي تأتي لفن التعامل مع هذه الشريحة فتحت مكتب أو الإدارة العامة لتنمية المرأة في محافظة المهرة تقيم هذه الندوة وبدورنا نشكر إدارة تنمية المرأة على هذه الفعاليات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر